بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مهندس احمد فكر محمود مركز شمكة معلومات الجامعة تصيب يريد حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك اتفعالوا زر الجرس اشتركوا في القناة عشان يصلكم منا كل جديد هنشرح اليقى لحضراتكم نسخ الشاشة المعروضة للبرنت سكرين ولو حبيت انسخ النفذة النشطة فقط يبقى اضغط ALT زاد برنت سكرين يعني مثل حضراتكم انا عاوز انسخ الشاشة دي الجدام ده حضراتكم يبقى اجي من الكيبورد اضغط على زرار اسمه برنت سكرين هتلاحظ حضراتكم ان الشاشة هتتنسخ في الزاكرة لو فتحت اي برنامج زي برنامج الرسام مثلا او برنامج الورد او اي برنامج اخر دخل البرنامج هل اضغط على بست هل اجي لزاجلي النافذة اللي انا عملت لها برنت سكرين يعني كاين اخذت لقلة شاشة وبعد كده هبتدي احفظها حضراتكم من file save as واحفظها عليها على الديسك فتلاحظوا انه برنت سكرين اخذت لي لقلة شاشة للشاشة كلها ملء الشاشة طب افترضوا حضراتكم ان انا عايز اخذ لقلة شاشة للنفذة النشطة فقط اخذتك يعني هشغل مثلا للكالكوليتور مثلا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اهلا دكتور شونك طيب اهلا بك دكتور او مرحضتك داش متاخر والله دكتور نعم اقول داش المحاضرة متاخر السموع بك تامحني بس اني تاخذتك مفيش مشكلة ان شاء الله حضرتك بس بخصوص التحضير دكتور بس نعم بخصوص الحضور الحضور ان شاء الله هناخده بعد اخر المحاضرة ان شاء الله بس مشكور مشكور دكتور عشان الدكتور عمر بس مهتم بموضوع الغياب وموضوع الغياب ده مش هنزلو على القناة هيبقى فيديو الواحد صغير يعني بس مشكور مشكور ان شاء الله تومر يا دكتور لو حبيت اخذ لقلة شاشة حضرتكم للنفذة النشطة فانا عندي النفذة النشطة حضرتكم هي نفذة الكالكولاتور يبقى اضغط زرار alt زائد print screen يعني اضغط زرار alt والسمر ضغط عليه اضغط على زر print screen وانا اضغط على زرار alt لو فتحت برنامج الرسام حضرتكم دلوقتي اعمل ملف جديد خالص كده وعملت best اللي جي لزاج لي النفذة اللي انا نسختها اللي هي النفذة النشطة يبقى حضرتكم مهمة جدا عشان نفهم ان لو حبيت اخذ لقلة شاشة يعني شاشة كلها سطح المكتب اقل على سطح المكتب كله اضغط print screen وبعد كده قلزجها في اي برنامج معالجة نصوص او برنامج الصور لكن لو حبيت اخذ لقلة شاشة للنفذة النشطة يعني النفذة المجدام خالص حضرتكم يبقى اضغط alt زائد print screen عشان تيجي سئلة في الاختيار حضرتكم يقول لكم ليه نسخ النفذة النشطة فقط نضغط على alt ولا shift زائد print screen ولا control زائد print screen يبقى اللي اجيب مفتعت حضرتكم alt زائد print screen دي مهمة جدا نفهمها جربتوها حضرتكم وصلت تمام يا باش هناخد الوقت ان شاء الله الامر copy والامر cut اللي هو نقل والامر delete اللي هو حذف restore اللي هو استعادة اعادة تسمية الملفات والمجلدات للامر جبل ما ناخد ندول ان شاء الله هنتعلم ازاي نحدد مجموعة ملفات او مجلدات يا لما ايا حضرتكم كده في القرص الصلب عندي اعايز احدد ملف حضرتكم او مجلد باعمل click عليه كده دي كده حددت ملف او مجلد لو لو حبيت احدد ملف او مجلد بحيث يكونوا متبعدين اعمل click على الاول كده باكده اضغط control واحدد اللي بعده وانا مستمر ضغط على control اعمل click على اللي بعده وهكذا يباكد احددت مجموعة ملفات او مجلدات متبعدة لو عملت click ايمن على اي واحد حضرتكم كده الاوامر دي ستنفذ على كل الملفات او المجلدات المحددة يبقى عشان احدد ملفات او مجلدات متبعدة احدد اول واحد باكده اضغط control واحدد اللي بعده click على اللي بعده وانا مستمر ضغط على control على كده واضغط اللي بعده وهكذا طب لو حبيت احددهم متجورين حضرتكم احدد اول واحد وكده اضغط shift وكده اعمل click على اخر واحد وانا اضغط على shift كده احدد لي الملفات والمجلدات المتجورة بالشكل ده وممكن برضه لو حبيت احدد ملفات متجورة برضه ومجلدات ممكن اعمل click and drag بالشكل ده كده اضغط واسحب لو حبيت احدد كل الملفات والمجلدات بضغط على control زي اي من الكيبورد يحدد لي كل الملفات وكل المجلدات هناخد الوقت ان شاء الله حضرتكم ازاي نقوم بانشاء مجلد جبل ما ناخد المجلد حضرتكم عايزين نتعرف ايه الفرق بين القرص وبين المجلد وبين الملف لو ضغطت على shift حضرتكم كده هتلاقي معي القرص الصلب اللي هو سي اللي هو مكتوب بالقصين ده اسمه سي هنا اسمه دي هنا اسمه اي اف ده القرص الصلب لو عملت ضغط عليها حضرتكم كده اللي يجا عندي فيه اسمه لونه اصفر بالشكل ده بدي اسمها مجلدات هتعرف بعد شوية ازاي ننشئ مجلد اللي تحت دوله حضرتكم بدي اسمه ملفات يبقى القرص الصلب عايزين نرفع الفرق بين القرص الصلب والمجلد والملف القرص الصلب زي ما حضرتكم شايفين كده بيحتوى على مجلدات وعلى ملفات طيب لو فتحت اي مجلد من دول double click عليه اللي يجي برضو جواه مجلدات وجواه ملفات يبقى المجلد يبقى المجلد بيحتوى على مجلدات فرعية وملفات طيب حضرتكم اللي حبيت افتح اي ملف هعمل عليه double click ده عبارة عن ايه ملفها يبقى الملف بيحتوى على معلومات يبقى ايه فرق بين المجلد والقرص والملف القرص يحتوى على ملفات ومجلدات المجلد بيحتوى على ملفات ومجلدات فرعية بداخله لكن الملف بيحتوى على ايه على معلومات هتعلم دلوقت ان شاء الله ازاي ننشئ مجلد ازاي ننشئ ايه مجلد هنفتح مثلا القرص الصلب مثلا ايه مثلا او الدي اي قرص ازاي بتحب حضرتك ليه بننشئ مجلدات بننشئ عشان مجرد عملية تنظيمية فقط على الديسك او على الكمبيوتر يعني بمعنى ان انا بدل من حط ملفات كلها على القرص في مكان واحد لا ممكن اعمل مجلدات مختلفة وكل مجلد خاص بحاجة معينة على سبيل المسائل حضرتكم لو انا شغال ما اصل في كلية هندسة يبا يفضل ان انا اعمل مجلد واسميه كلية الهندسة او اسميه انجينيرنج لب عشان ننشئ مجلد بنشئه ازاي اكليك يمين في اي مكان خالي واختر الامر ان يو من القائمة المختصة هتظهر لي قائمة فرعية اختر منها فولدر فانا اعمل مجلد اسمه انجينيرنج اكتب كلمة انجينيرنج بنعملها مع بعض حضرتكم با كده اضغط انتر يبا كده اعملت مجلد اسمه انجينيرنج طب ان كلية هندسة في اقسام قسم كهرباء قسم مدني قسم عمارة قسم ميكانيكا قسم تعدين طب انا في كلية الهندسة المفروض لكل قسم اعمله مجلد ليه؟ عشان استيبت العميد مثلا لو حاب عايز ملف الطالب الموجود في كلية هندسة قسم كهرباء شعبة كمبيوتر يبا المفروض ان اروح للمجلد على طول اروح على المجلد على طول الاجي الملفات طلبة الكمبيوتر احنا ناخد الوقت ازاي نعمل مجلد داخل كلية الهندسة انجينيرنج اعمل اضغط انتر اضغط انتر اختار نيو فولدر اكتب اسم المجلد اللي اعايزه قسم كهرباء اضغط انتر يريد حاجة تنفذه معي بس عشان ناخد نسخ الملفات فننسخ الملفات للمجلدات اللي احنا عاملينها دلوقت دي طيب هعمل داخل الالكت او داخل انجينيرنج مجلد تاني اسمه سيفل يعني مدني ممكن نكتبه بالعربي مدني ما فيش مشكلة يعني طيب هنكتفي بالمجلدين دول بس هنعمل مجلد تاني داخل الالكت انساميه كومبيوتر كليك ايامين جوا كده نيو فولدر واسميه كومبيوتر يبقى عشان اعمل مجلد اكليك ايامين في اي مكان خالي واختري الامر نيو وبعد كده اختري فولدر يبقى انا عملت مجلد حضراتكم كومبيوتر المجلد داخل مجلد اسمه إليكت وإليكت داخل مجلد اسمه انجينيرنج وانجينيرنج موجودة على القرص الصالب الاسمه دي هنتعرف دلوقت حضراتكم وانجينيرنج موجودة على حاجة اسمه الباص او المسار يعني معاي مسار حضراتكم بالشكل ده مكتوب دي نقطة الفو بعض باكسلاش انجينيرنج إليكت كومبيوتر ده اسم حضراتكم مسار او باص او ديركتري بمعنى مسار برضه افهب ايه من الجملة المكتوبة دي حضراتكم انه دي دي معناه دي القرص الصالب دي كلمة انجينيرنج دي بين اتنين سلاش كده بشكل ده معناه ده مجلد موجود على القرص الصالب دي إليكت معناه مجلد موجود جوه انجينيرنج كومبيوتر ده مجلد موجود جوه إليكت هناخد دلوقت ان شاء الله حضراتكم ازاي ننسخ ملف او مجلد او نقل الملفات والمجلدات تمام قبل ما ناخد دول حضراتكم هناخد ازاي نعمل اعادة تصمية للملف او المجلد لما عاين مجلد اسمه كومبيوتر مثلا عاوز اغير اسمه اعمل كليك كامين عليه حضراتكم كده واختر الامر rename rename مثلا يسميه باور وكده اضغط enter يبعاوز اغير اسم المجلد او اسم الملف اعمل كليك كامين عليه كده اختر الامر rename هتظهرني بالشكل ده حضراتكم ابتدأ اكتب اسم الملف الجديد او اسم المجلد الجديد انا اخد الوقت ان شاء الله الامر copy و cut و best ازاي انسخ ملف ازاي اقص ملف ازاي الزق ملف الامر copy يستخدم في نسخ الملفات او المجلدات الامر copy نسخ الملفات او المجلدات الامر cut يستخدم في قص الملفات او المجلدات الأمر بيست يستخدم في لصق الملفات أو المجلدات التي تم نسخها أو قصها افرد جالي حضراتكم عايز أنسخ ملف معاي الملف اللي هو ده حضراتكم جالي عايز أنسخه أو أديه للمسار ده اللي هي دي على انجينيرينج على إليكت على كمبيوتر يعني جالي حضراتك عايز أنسخ الملف اللي هو اسمه أحمد 267 6DT اللي هو ده عايز أنسخه فين وديلي المسار اللي هو ده حضراتكم يعني عايز أنسخه المجلد اللي اسمه كمبيوتر الموجود في إليكت الموجود في إنجينيريج المفروض الموجود عليها عدي أعملها زي ده حضراتكم أجعل الملف ده وعمل كليك كايمين وكده أختار الأمر كوبي يبقى كده أنا سخت هذا الملف وكده المجلد موجود عندي فين موجود عندي على الدي إنجينيرينج إليكت كمبيوتر يبقى لازم أنتقل إلى هذا المسار أنتقل لي إزاي إن أنا أجيب الدي هنا أفتح الدي وبقى كده إنجينيرينج وبقى كده إليكت معلش المجلد غيرنا اسمه سامينه باور اللي هو ده واجعم كليك كامين هنا واختار بيست معلش نغير اسم المسار عشان غيرنا مجلد كمبيوتر وسمينه باور يبقى أن نسخت الملف حضرتكم للمسار ده وفضل عاوز أن نسخوا حضرتكم وودي لي الديسكتوب عاوز أن نسخ الملف ده حضرتكم أو المجلد ده اللي هو امتحانات التحول الرقمي عاوز أن نسخ أعملها كوبي وعاوز أن نقولها أودها للديسكتوب أخد نسخة منها للديسكتوب أجع ديسكتوب حضرتكم هنا وعم كليك كامين وأختار الأمر بيست يبقى كده ينسخ ليه بقى المجلد اللي اسمه امتحانات التحول الرقم عشان ملف كبير شوية حضرتكم أنا أصلاً بنسخ كذا حاجة هنا أخلي بالكم يعني بنسخ أربع حاجات في نفس الوقت يعني كان الفلاشة شغالة من فترة بتنسخ الحاجات دي يعني يبقى طلع صحيح لكم امتحانات التحول الرقم هي جات على ديسكتوب يبقى الأمر كوبي يستخدم في نسخ الملفات أو المجلدات هنأخذ الأمر كت دلوقت حضرتكم لو حبيت أقص الملف ده أعمل كليك كامين عليه كده وأختار الأمر كت عاوز نقول له مثلاً على ديسكتوب أجي على ديسكتوب كده وأعمل كليك كامين وأعمل بيست يبقى الملف ده تنجل من المكان اللي أنا كنت فيه إلى الديسكتوب يبقى لو حبيت أنسخ ملف أو مجلد للنسخ أعمل كليك كامين وأختار الأمر كوبي دب عاوز أقص الملف أو المجلد كليك كامين وأختار الأمر كط دب عايز ألزق الملف بكليك كامين وأختار الأمر بيست دب افرض حضرتكم عايز أنسخ مجموعة ملفات أو مجلدات متبعدة أعمل إيه حضرتكم؟ أحدد الملف الأول بكليك أضغط كنترول بكليك أحدد الملف التاني أو المجلد التاني وأنا أضغط على كنترول واجه محدد الملف اللي بعده يبقى أحددت على كده مجموعة ملفات متبعدة نبعز أنسخ الملفات دي وأوديها للمجلد اللي اسمه باور اللي احنا عملنا من شوية يبقى أعمل كليك كامين على كده وأختار كوبي الأمر كوبي ده هيطبق على كل الملفات والمجلدات المحددة وبكده يروح للمجلد اللي اسمه باور عارفينه موجود على دي إنجينيرينج إليكت باور واجه هنا أعمل كليك كامين وأختار الأمر بيست يبقى كده نسخت الملفات أو المجلدات اللي أنا عايزة يبقى الأمر كوبي يستخدم في نسخ الملف أو المجلد المحدد الأمر كت يستخدم في قص الملف أو المجلد المحدد مفهوم الأمر كوبي وكت وبيس حضرتكم أنا ممكن أستخدمهم برضو من هنا حضرتكم يعني الملف ده اللي حابيت نسخه ممكن أحدده بدل ما أعمل كليك كامين كده وأختار كوبي ممكن من هنا حضرتكم من التبويب اللي اسمه هوم في عندي كذا تبويب هنا قائمة فايل وفي شير وفي فيو من التبويب اللي اسمه هوم ده أضغط على الأمر كوبي خلبي لكم كوبي بين قصين مكتوب كنترول زاد سي يعني ممكن برضو أضغط كنترول زاد سي من الكيبورد ماشي طب عايزة أضع جوه ألزقه جوه المجلد اللي اسمه بيكتشر اللي بفتح المجلد اللي اسمه بيكتشر كده واجه هنا أضغط على بيست هتلاقي الملف اتنسكه الأمر بيست عبارة عن كنترول زاد في الأمر كت عبارة عن كنترول زاد اكس ياردون نحفظهم عشان بيجي سؤال في الامتحان يقولك عشان ننسخ ملفه أم مجلد أضغط على كنترول زاد سي صح والغلط صح البيست كنترول زاد في كت كنترول زاد اكس إذا خدنا حضرتكم إنشاء مجلد تحديد مجموعة ملفات ومجلدات إعادة تصمية الملفة والمجلد نسخ المجلدات والملفات نقل نسخ يعني كوبي نقل يعني كت أنا أخذوا لوك تحزس الملفات والمجلدات وباكده استعادة الملفات أو المجلدات لو حبيت أحزف أي ملف حضرتكم اللي هو قاهمة 26 سبعة ده أعمل كليك كمين على كده واقتر الأمر ديليت هحزف الملف التاني ده كليك كمين واقتر الأمر زاد ديليت ديليت يستخدم في حزف الملف أو المجلد أو ممكن أظلله حضرتكم كده وضعت زرار ديليت من الكيبورد بالشكل ده طب الملفات دي لو حبيت أسترجحها هتلاقيه راحت حضرتكم فين في الريسايكل بين في سلة المحزوفات أنا عندي حضرتكم سلة المحزوفات هي الريسايكل بين هتلاقي الملفات راحت جواها أهم بالشكل ده حضرتكم طب أنا عايز أحزف الملف ده مثلا آمل كليك كمين عليه كده وأختار الأمر دليت اتلاقيه انتقل إلى من الريسايكل بين Latino حيث أحزف الملف ده كليك كمين دليت عايز أمسح كذا ملف ما تزاله الملفات دي حضرتكم كده وباكده أعمل كليك كمين هتنفذ الأمر على كل الملفات المظلة ده دليت عايز أحزف المجلد كليك كايمين واختار ديليت لو من عايز استرجاع اي ملف حضراتكم هناخد استرجاع الملفات هناك معلومة مهمة حضراتكم من الريساكل بين اللي هي سلة المحذوفات دي عبارة عن مخزن مؤقت للملفات التي تم حذفها من على القرص الصلب دي مهمة جدا يعني لو ملف حذفته من على الفلاشة مش هيروح للريساكل بين هيتحذف حذف نهائي لكن لو انا حذفت من على القرص الصلب هنتقل للريساكل بين عند الوقت في الريساكل بين حضراتكم عايز استرجاع ملف زي ده هعمل كليك كايمين على كده واختار الامر ريستور هتلاقي يرجع في المكان اللي اتحذف منه هكليك كايمين ريستور ممكن احدد كذا واحد مع بعضه هحددهم كلهم كليك كايمين واختار الامر ريستور كده استرجعت الملفات اللي انا عايزها لكن لو حذفت من ريساكل بين حضراتكم هتحذف حذف نهائي من هنا اضغط ام بتي ريساكل بين ام بتي ريساكل بين كليك كايمين واختار الامر ريساكل بين لو جيت هنا اعملت له ديليت من ريساكل بين يبقى كده اتحذف حذف نهائي عشان كده قال لي ايه هتحذف حذف حذف نهائي اقول له ياس يبقى كده مش اقدر استرجعه لو حبيت افرغ ريساكل بين حضراتكم من هنا اضغط ام بتي ريساكل بين واقول له كده ايه ياس تاني اعز احسف ملف كليك كايمين ديليت اعز استرجعه اقليك كايمين واختار من داخل ريساكل بين يبقى يلاقيه رجع مكانه انا ريساكل بين حضراتكم لو من برا كده عملت كليك كايمين على كده ممكن يقول له ام بتي ريساكل بين يعني تفريغ ريساكل بين يبقى كده اضغط ياس يبقى كده انا فضيت الريساكل بين يبقى ريساكل بين حضرتكم مخزن مؤقت للملفات اللي اتتم حذفها من القرص الصلب في مشكلة حضراتكم هلو في جزء الخدناه لحد الان تحديد مجموعة ملفات مجلد مجلد اعادة تصمية الملف نسخ الملفات نقل الملفات حسف الملفات استعادة الملفات والمجلدات المحزوفة تفريغ سلة المحزوفات هل دول في مشكلة حضراتكم دكتور هذي يعني حدها سهلة دكتور لا داعي شرح ماشا اصحوا مقرر بنقض حديك لو سهلا عديها فيش مشكلة يعني لو حاجة انتم مفهوبة بالنسبة لكم ان نمر عليها بسرعة يعني فانا اعرفكم كلكم عارفين الكلام ده ازاي امسح ملف ازاي احذف ملف بس دي حاجة في المقرر بس لازم نقولها يعني لو فاهمينها نعديها بسرعة ما نخدش وقت كتير يعني فيه دكتور هذي حتى اللي بابتدائي يعرف شوان يحدث ملف ما نعرف حضرتك ما انت استاذنا ما نعرف مشكلة حضرتك تمام طب موضوع اخفاء او اظهر الملفات نشرحو ازاي اخفي ملف حضرتك معايا ملف مهم ومعايا اطفال شغالة على الكمبيوتر بدلا ما يحذفولي ممكن اخفيه وبعد كده لو حبيت اتعامل معاه اصهره تاني واشتغل على تاني اشرحها دي حضرتكم اخفاء او اظهر الملفات نعم على راحتك كيف ممكن في احد ما يعرف الطريقة ماشا نشرحها ان شاء الله زي اخفي الملف او المجلد معايا ملف حضرتكم عايز اخفيه الملف ده مسلا اعمل كليك يمين عليها كده واختار من القيمة المختصرة بروبرتز في عندي هنا حضرتكم يظهر للسندوق الحواري ده بيقول هنا حجم الملف خمسة وعشرين وسبعة من عشرة كيلو بايت هنا في حيث اسمه ريد اونلي هيدن ريد اونلي لو حبيت اخلي الملف ريد اونلي يعني لو كان ملف وورد مثلا ما حدش يقدر يعدل عليه يبحط على مصاحة ريد اونلي واجل اوكي طب اعز اخفي الملف ده اضغط على كلمة هيدن واجه كده اقول اوكي ملف حضرتكم مازال ظاهر جدامي لو حبيت اخفيه خالص هلاجي هنا في تابويب اسمه view فيه option هنا اسمه hidden file يعني view hidden file يعني اظهر للملفات المخفية اشين علامة الصح دي كده هلاجي الملف اختفى اوه طب اعز اخفي الملف ده اكليك ايامين بروبرتز واجل له hidden file هكده هتلاقيه اختفى اعز اخفي كده ملف مرة واحدة كده كليك ايامين بروبرتز واجل hidden وكده اوكي تمام اعز اخفي الملف ده كليك ايامين بروبرتز واختار hidden اوكي طب انا الملفات ده اعز اظهرها تانى عشان اتعامل معها بعد كده يبقى اعلم على كلمة ايه؟ hidden file من تابويب اسمه هنا اقول له hidden file علاج الملفات المخفية ظاهرت هات طب عاوز الغي الحماية عنها الغي الاخفاء ده اعمل كليك كمين عليه تانى كده بروبرتز واشيل علامة الصح لجدام hidden دي يبقى كده الغيت عنه الحماية يتلاقي حدوك المخفى ده تلاقيه باهت شوية واشيل علامة الصح لجدام hidden دي يبقى قريقة اخفاء الملفات طب لو حابيت اعمل مضوع ده على مجلد اجعل مجلد ده مصحة ده كده وعمل كليك كمين واختاري بروبرتز باكده اضط على hidden وقول له اوكي طب المجلد حدوكم عارفين ان الجواء ملفات مجلدات اخرى فبقول انا apply changes to this folder و sub folder and defiles اعز اطبق الكلام ده على كل الملفات المجلدات الداخلية الفرعي يعني اقول له اوكي يبقى الكلام ده هتطبق على كل الملفات اللي داخل هذا المجلد خلي بالكو hidden file هنا view hidden file على اعلام الصح اللي عاوزك فيه خالص يشيل عنت الصح دي كده كده اختفى طب على كده انا عاوز اتعامل معاه يبقى لازم اظهره تاني ده بيحميه حضرتك لماعك اطفال شغاله على الكمبيوتر بيحميه يعني مش هيشوف الملف عشان يحزفه ولا حاجة ممكن يضع عليه بطريق الخطأ يحزف هذا الملف طب انا عاوز اتعامل مع تاني اقول له ايه ويقوم بتاني اخذ يبقى كده الملف ظهره هو المجلد يبقى اعمل كليك كامين البروبورتز واشيل من عنه الحماية اوكي انا اخذ دولوكت ان شاء الله ازاي نعمل اختصار ازاي نعمل ايه اختصار اللي هو شورت كات اللي عندلوكت عايز افتح ملف حضرتكم بعمل ايه بفتح كده وكده اروح ايه على القرص اللى انعايزه تمام وادور على الملف انعايزه واجه كده مفتح تمام طب افترض حضرتك ان انا عايز اعمل اختصار للملف ده الاختصار دهده اضروع يعني بدلا منا ان انا افتح and moving اعمل اختصار لسطح المكتب الملف ده اسمه اهمي تو. اعمل كليك كمين عليه كده. واقول له سين تو. كريات. اقول له ديسك توب كريات شورت كت. ديسك توب كريات شورت كت. الملف ده حضراتكم بتعمله اختصار فين? على سطح المكتب. اهو اللي هو ده. اتلاحظوا الاختصار حضراتكم عبارة عن ايه? عبارة عن ايكونة كده وعليها سهم. دي معناها شورت كت. ايه هو الشورت كت حضراتكم? عبارة عن اختصار يبيكون جوا عنوان هذا الملف. لو انا احب افتحه ديسك اعمل كليك دبل كليك على الاختصار ده كده. هلا جي كده فتح ليه الملف حضراتكم. طب ايه اللي يحصل لو انا حزفت الملف الاصلي? هل الاختصار هتحزف? لا الاختصار استمر موجود بس مش هيشتغل. طب ايه اللي يحصل لو انا حزفت الاختصار? هل الملف الاصلي هتحزف? لا طبعا الملف الاصلي بجاعز زي ما هو. يما الاختصار لو انا حزفت الملف الاصلي الاختصار مش هيشتغل. يما الاختصار لو انا حزفت اسمها create shortcut افراجوا ازاي بالايكلات التانية الليجا عليه ساهم كده يبقى ده اختصار اسمه ايه shortcut انا اخد الوقت ان شاء الله كيفية ضغط الملفات compressed file او file compression عشان اضغط الملفات حضراتكم دي مهمة جدا في معي مثلا مجموعة ملفات عايز ابعتها لاي حد على الايميل يعني بدلا ما يكون معي مثلا خمسين ملف ابعتهم ملف ملف لممكن اضغطهم حضراتكم في ملف واحد اضغطهم في ملف واحد وبعد كده ابعت هذا الملف المضغوط عشان نفهم القصة دي حضراتكم هناخد الملفات دول اعمل لهم copy واضعهم في المجلد اللي اسمه engineering ده انا عاوز اضغط الملفات ده اضغطهم ازاي في دريكتين حضراتكم احددهم الاول با كده اعمل كليك كمين واختار send to وبا كده اختاركم preset zipped folder هيضغطهم اللي في الملف ده ممكن اسميه مثلا اهلي مثلا اتلاحظوا الملف ده امتداده zib يبا مجموعة الملفات دول كلهم حضراتكم اضغطوا في الملف اللي اسمه اهلي zib يبا الملف المضغوط بيكون امتداده ايه zib طب انا عايز افك الملف ده انا بعدت الملف ده عن طريق الايميل لواحد زميلي طب عشان يشوف اللي جواه يعمل ايه معلش ااخد نسخة منه حضراتكم كده واضحة جواه مسلا ايه سيفل يبا وصل لزميلي حضراتكم الملف اللي اسمه اهلي zib ده عاوز يفكو عشان يقدر يشوف ايه الملفات اللي جواه عشان يقدر يتعاملي معه هيعمل كليك ايه يمين على الملف كده ويختار امر اسمه secretract here علاج الملف هيتفك حضراتكم بالشكل ده الى الملفات اللي كانت مضغوطة جواه دي الطريقة الاولانية لنسخ لضغط الملفات يبقى اعملها ازاي حضراتكم ازالي الملفات كده اكليك ايه يمين sent to واختار compressive zibet folder دي حضراتكم الضغط عن طريق الويندوز طب انا فيه برنامج تاني اسمه winrar لو حبيت اضغطهم بي 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 حضراتكم يبقى اعمل كليك ايه يمين عليهم كده واختار الامر ده add to civil dot rar ده ازا كان البرنامج winrar نازل عندي لو كان مش نازل يبقى الايكونات ده مش هتلاقيها موجودة حضراتكم يبقى اتو civil dot rar كده لازجهم لجوه الملف ده اهو civil ده طب لو حبيت افكوا حضراتكم معلش هناخده في في مجالد الوحده عشان ايه نفهم ازا يتفك يعني هدخله في المجالد ده مسلا كده عايز افك الملف ده اكليك كامين واقول له extract here يبقى يفكوا لي في هذا المكان او لو حبيت افكوا في مكان اخر اقول له كليك كامين واختار الامر اكس كتراكت فاينز هديني صندوق حواري حضراتكم من هذا الصندوق احدد عاوز افك الملف ده فين يعني مثلا لو حبيت افكوا مثلا جوه انجينيرنج مثلا عندي اعدي هنا اختار المجالد اللي اسمه انجينيرنج جوه مثلا علي ايه الكت مثلا واجه اقول له اوكي هلاقي الملف ده حضراتكم بتفك جوه انجينيرنج ايلكت اه الملفات بتوعهم يبقى عشان اضغط مجوعة من الملفات اقول له اخر مرة احدد الملفات او المجالدات اللي انا عايز اضغطها اكليك كامين واختار add to elect.rar مثلا او send to compressed zipped folder بس هديني الملف امتداده رار لكن لما اقول له send to هديني الملف امتداده زد اي بي ده طريق الضغط ايه الملفات. في مشكلة فدول حضراتكم نكمل طب هاك ممكن ناخد رست اه ربع ساعة كده نصلي العيشة وبكن نرجع ناخد ايه حضراتكم ناخد الجزئية دي اللي هي اجزاء النافزة. اه حضراتكم نماشي تابع الميديول يعني عشان ما نتوسعش بس في الموضوع يعني. فناخد رست ان شاء الله. السلام عليكم. انا ديكتور معاك. ناخد رست ربع ساعة كده نصلي وكده نرجع تاني ان شاء الله. بس توكل على الله. يعني نرجع على سبعة ونص إلى خمسة. توكل على سبعة وعشر دولك تماشي ان شاء الله هي دكت تماشي. السلام عليكم. نصلي العيشة ونرجع تاني ان شاء الله. موسيقى